اهلا بكم في مطبخ بيت زشيف. عاملين ايه ان شاء الله تكون كويسين وفي احسن حالة. النهاردة هنعمل مع بعض بعض المشروبات المهمة للجهاز المناعي. اه ولي بتفيد في حالة اه عندنا برتة عندنا كحة اه شكين عندنا كورونا ما عندناش كورونا ربنا يعافيكو يعافينا ويعافي جميع المسلمين يا رب. اه طبعا اه في حالة الامراض بنلجي للدكتور وطبيب. اه ممكن ناخد معا بعض الحاجات. الطبيعية اللي ممكن تهدي. وانا جبت لكم كام وصفة. اه يعني استخدمنيها ولان فعلا نتيجتها كويسة فحبيت انزل بيها في القناة. اه تكون يعني ايه عندكم وتكون وصفات دي مجربة عندكم بازني اللي. اه اول حاجة انا هتكلم عليها هو القسط الهندي. ماشي. اه هو عندي للاسف اه كنت عايزة اجيب شكله. هو عامل زي في الظبط عود الجنزبيل لما بنجيبه. بس باللون دوت عشان في ناس كتيرة اوي ما تعرفوش. بس هو مطحون. يعني هيقته بتبقى هيقت عود الجنزبيل قبل ما نتحمه. ماشي? اه انت ممكن تجيبيه من عند الراجل اه لاما يكون اه بودر لاما بتجيبيه عود كامل وبتتحميه بالدقية الاول وبعد كده بتتحميه. وانا بجاي بيه بس لنون بتاعه عشان نوريكي شكله. وهو بيكون طعمه لما تعمليه بيكون مر جمد اوي علشان ما فيش حد يخاف من استخدامه. طيب. اه نبدأ نقول على القسط الهندي دوت. في ايه بالزبط عشان نكون عارفينه. اول حاجة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. اذكر عنه ان فيه اه سبعة اشفاء. دي اول نقطة فيه. والحديث صحيح بازني الله ان شاء الله. طيب بالنسبة للحاجات اللي العلماء قالوا ان هو بيساهم في علاج الامراض المعوية. في علاج امراض الجهاز التنفسي. اه ويستخدم في تنشيط وتحفيز الجهاز الهضمي. تقويت جهاز المناعة. اه بيعزز من صحة الجلد. بيساهم في خفض مستويات. السكر في الدم. اه بيساعد على عملية الشفاء. طيب. لغاية كده هو كويس جميل جدا واستخدماته كويسة. طيب هل لأضرار? الضرر الوحيد بتاعه ان يكون مصدره مش كويس. فيكون فيه حمض اسمه الارستروشيك. هو ده الخطر في النقطة دي. طيب نعمل احنا ايه? ان احنا نجيبه من مصادر موسوك منها. زي مثلا المنتجات اللي هي بتبقى عبارة عن ارجانيك. ممكن نجيبه منها او نجيبه من مصادر موسوك منها. لان الحمض دوت اللي هو حمض الارستروشيك دوت خطر جامد جدا وبيقدي الى آآ تلف من الكلة. فهي دي المقطة اللي حبيت بسي اذكرها علشان نكون مغدين بنا منه. انا استخدمته جبت من عند العطار بصراحة وسميت وقلت ان شاء الله هيكون كويس. مفيش في اي حاجة. خلاص. لان المعلومة دي انا عارفها جديدة بصراحة عنه. آآ بس ده مش هيمني ان انا استخدمه. بس نقدر نحط حدود لاستخدامه. في حالة ان احنا تعبانين. عندنا برده قوي جامد جدا. آآ حاسين ان احنا مش مزبوطين. ممكن نستخدمه في الفترة دي. مش عمال على بطول. نستخدم القصة الهندي. في حالة التعب بس. في حالة ان احنا شكين. هل احنا عندنا كورونا ولا ما عندناش كورونا. يفضل يعني يفضل في الفترة دي ان تستخدميها ويكون عري. طيب انا هستخدمه ازاي? انا هاخد كده معلقة منه. طبعا هو بيكون مطحون اكتر من كده بس هو دوت اللي موجود عندي. آآ الاصمر آآ مش مش قصة هندي. حبة البرقة. استخدموه انتو سيدة بس هو دوت اللي عندي. اهو. هبدأ اخد كبية. وحط فيها معلقة واحدة بس. وانزل عليها بمية مغلية. واغطي. في حدود خمس دقايق عشر دقايق. وبعد كده هو ابدأ استخدموه. ادوة اول مشروب عندي. طيب طعمه مر عشان محدش يخاف منه. طعمه مر جدا جدا جدا. ممكن انت تحليه بالعسل النحل. خلاص. ده اول مشروب وناس كتير قوي برابطه. آآ في حالة كورونا واستريحة عليه جامد جدا. خلاص. نيجي بقى للمشروب التاني عندي. وده انا باستخدومه باستمرار لان ما فيش منه اي مشاكل ما فيش منه اي حاجة خالص. ابدأ اقولك على مكوناته. وقلت اري مكوناته بصراحة منه على النت. ولاقيتها جميلة. وكل اللي قلت لهم عليه. آآ قالوا ان هم استريحوا عليه جامد جدا. ده عبارة عن ايه? عبارة عن خمس مكونات. ده هنستخدمها لقباية الواحدة عبارة عن ربع معلقة آآ من الينسون. الطريقة كانت مكتوبة ينسون نجمي. انا عندي هنا باستخدم الينسون لمصر بتاعنا لعيدش. باستخدمتش النجمي. ومعرفش الشكل النجم ومشرتوش لغاية دلوقتي بصراحة. ربع معلقة جنزبيل. ربع معلقة كرخم. ربع معلقة حبة البرقة. تلاتة ده بنسبة لكمية الكوباية يعني تلاتة حبات قرنفل. يعني ده المقدار ده عبينه الكوباية. ابدأ احطه كدهوت. ربع معلقة من كل حاجة. ادي الينسون. اللي هو مفروض يكون نجمي مساومش نجمي. ودوة حبة البرقة مع القرنفل. والكميات دي والمقدار دي كلها تكون عندكم في في الصندوق. فما تبقوش لا. ودوة الجنزبيل اهو. ربع معلقة زيارة. ودوة الكرخم. طيب انا معنديش كورونا ولا حاجة. الحمد لله. عندي حبة برج عادي. عندي كحة. انا بقول لكم انا باستخدمه في حالة الكحة بصراحة بيهدي جميد جدا. واللي هيجربه هيعرف كده كويس جميد جدا. وحط عليه مياه مغلية. تحب تحليب العسن نحلي وفضل طبعا. اه مافيش يبقى السكر الابيض يبقى بحاجة كمية خفيفة. واغطي برضو مدة خمس دقائية. واستخدمه بعد كده. خلاص. طيب. نيجي بقى للصنف الثالث. وهو عبارة عن ايه? مشروب اللمون اهو. قتل معلقتين اللمون فريش غومات. مع ربع معلقة دي تتناسب مع الكمية اللي انا حطى في قباية عبارة عن ربع معلقة نص معلقة صغيرة. جنزبيب. مع من معلقة المعلقتين عسل نحلة. وانزل بالمية المغلية. المشروب دي رائع جامد جدا في حالة احتقان الزور والبردس. بيرايح بجدس. اه المشروبات دي على طول انا نستخدمها. ونتيجتها كويسة جامد جدا. خلاص. وانزل بالمية المشروب من الثالث. نبدأ بقى للصنف الثالث عندي. عبارة عن ايه? عبارة عن عسل نحل صافي. وهستخدم له معي كم معلقة لمون. انا عندي كده كم معلقة لمون صافي. مافيش من غير مية ولا اي حاجة. عصير لمون بس. واجي معلقة جنزبيل. ومن غير مية نهائية. يبقى عسل نحل. جنزبيل معلقة. عصير لمون في حدود لمونتين او تلاتة. مافيش اي مشاكل خالص اهو. وقلي بقى كويسة. الخليط ده كله في بعضه. ودهو اتاخد منه كمشروب لعلاج الكوحة والسعيد. بيهج جامد جدا جدا جدا. يعني مقدرش اه طبعا ربنا عافينا اي حد تعدون عنده كوحة هيجرب الوصفة دي. هيحس براحة جيدة جامد. وكده نكون عملنا اربع مشروبات مهمة. في حالة اللي احنا حسينا بالبرد او بالكوحة او باي عراض من اعراض كورونا. نبدأ ناخد الوصفات دي ونعملها. اه مع الادوية وان شاء الله اه نحس براحة بازن الله. دمتم في رعاية الله مع تحيات مطبخ بازاشي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرد على الفيديو ده. وكمان الفيديو ده. وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا. اشتركوا في القناة